قل يا كريم انت ليه مش بتاكل لا يا ماما انا باكل لا انت مش بتاكل اكلك كويس عشان كده انت ضعيف وما بتروح التمرين بتاعك مش بتتمرن كويس ابدا كل ده بقى بسبب اكل الاندومي والشيفسي ده انت مش بتاكل غيرهم بحبهم او يا ماما اعمل ايه خلاص يا ماما احنا نسميه شيفسي او كريم اندومي لا يا ريم ما تقوليش كده على اخوك ينفع كده يا بابا كل شوية يبتريعه علي عندهم حق يا كريم يا ابني انت طول الوقت بتاكل شيفسي واندومي والحاجات دي مش مغزية قل لي بقى جسمك هيبقى قوي ازاي يا بابا مش مشكلة اهو اي اكل يشبعني وخلاص غلط طبعا يا كريم لازم تاكل بروتينات ونشويات عشان جسمك يبقى عنده طاقة وتقدر تذاكر وتفكر وتتمرن كويس لكن كده يا حبيبي مش هيبقى عندك طاقة خالص ومش هتقدر تعمل اي حاجة ولازم يشرب اللبن كمان يا بابا عشان ازمك واسنبنا تبقى كويسة وكوية برافو عليك يا ريم كلامك مظبوط لازم تبقى عارفين ان العقل السليم في الجسم السليم لازم بقى اكلكم يبقى صحي غلص يا ماما حاضر هاكل كويس عشان اروح التامرين وعرف اتمرن كويس والعب الحمد لله انا شبعت هقوم اغسل يدي وانا كمان الحمد لله شبعت يلا بقى نشيل الاطباق ندخلها المطبخ يا كريم يا كريم ايوه يا هيسم هجيب شنطة التامرين وانزل لك انا رايح التامرين يا بابا انا كمان عايز اروح معهم يا بابا هلعب انا وهنا في النادي ماشي يا حبيبتي روحوا بس ما تتأخروش يا ولاد حاضر يا بابا حاضر يا بابا استنى يا كريم هجيب شنطتي ازيك يا هانا ازيك يا ريم يلا يا شباب عشان ما نتأخرش عالتامرين ازيك يا حسام اهلا ازيك يا هيسم ازيك يا كريم عاملين ايه الحمد لله كويسين مستعدين بقى للتمرين ولا زي كل مرة مش هتعرفوا تتمرنوا والكابتن يزعق لكم اصدقيا يا حسام لا لا انا ما قصودش حاجة هقصوديا يعني بلاش كلام سخيف يا حسام خلينا نتمرن واليوم يعدي على خير ماشي يا عم انا ما قلتش حاجة طب يلا بينا بقى ندخل على التمرين عشان الكابتن ما يزعقش ما ينفعش كده يا كريم لو مش هتركز في التمرين يبقى ما تجيش احسن لا لا يا كابتن حاضر هركز ايه رأيك يا حمد نلعب سباق جاري يلا ردي ستيدي جو انا تعبت قوي يا ريم كفاية جاري بقى كده خلاص تعالي نقعد نرتاح شوية ونشرب اي حاجة انا هطلب عصير شوكولاتة وانا كمان هطلب زيك عصير شوكولاتة تاني يا كريم ما ينفعش كده ريم هو الكابتن بيزعق لكريم ليه اكيد عشان مش بيتمرن كويس هو ما بيسمعش الكلام اصلا يلا كفاية كده راحة يا شباب دول خلاصوا تمرين جايين هم هو انتو بتشربوا ايه انا هطلب عصير انت هتطلب ايه يا كريم انا هطلب قندومي ولا شبسي تاني يا كريم انت مش بتسمع الكلام انا سمعت الكابتن وهو بيزعق لك طيب ملكيش دعوة يا ريم انت اما رجع البيت انا هقول لبابا ماشي يا ريم خلاص بقى يا ريم كريم اصلا زعلان ومتدايق انا مش متدايق ولا حاجة يا هايس انا كويس خالص اهو سلام يا شباب سلام يا كريم يا لوزر حسام لو ما بطلتش سخافة انا هقوم اضربك ها ها هاي تضربني؟ امشي دلوقتي يا حسام وما لكش دعوة بكريم احسن مش هيحصل لك كويس هتعملي ايه يعني يا ريم امشي بها يا حسام وما تبقاش رخم ماشي يا حسام ام وريتك ايه ده يا كريم مفيش حاجة حصلت يعني انت عارف ان حسام ده ولد رخم وما حدش بيحبه ماشي يا هايس يلا بقى بينا نمشي عشان ما نتأخرش يا كريم يا كريم ازايك يا ماما ايه ايه يا ريم كريم اخوكي ماله اصل الكابتن زعق له يا ماما وحسام اللي معاه في التمرين كان بيرخم عليه قوي وكانه هيدخنه انا تعبت من اخوكي ده هنعمل ايه بس مش بيسمع الكلام انا لازم اعمل اي حاجة ارد بها اعتباري وكرمتي وماسمحش الحد يتريق عليا تاني زي اللي اسم حسام ده فقوي يقول كلامي دايقني انا لازم اخد حق فانا هاكل اكل صحي زي بابا وماما ما قالولي ومش لازم اكون ضعيف قدام حد خالص انا هنزل المطبخ بقى واكل كل حاجة واعمل مشروب يديني طاقة ياه التلاجة مليانة حاجات كتير قوي كل ده هيديني طاقة ويادي اللبان كمان كل ده بقى هضربه في الخلاط هيتطلع لي احلى مشروب ياه ده طلع كتير قوي الازازة مليانة عصير الله ده طعمه حلو قوي واكيد مغزي ومفيد انا هحط الازازة دي جنبي وكل شوية يشرب منها فهو ايه اللي حصل لي انا حاسس ان انا قوي وهي دعمل حاجات كتير ايه ده ايه اللي بيحصل ده ما اقولي اللي انا حاسس بيه ده ده انا شربت شوية صغيرين اما اروح اشرب شوية كمان لا 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 انا حاسس ان انا عايز اطير في ايه يا كريم مالك هو ماله يا مام هو كريم تجنن ولا ايه ده طالع نازل استلم كذا مر هو قاعد يجري زي المجنون تعالي يا بنت اما ننزل نشوفه ايه يا كريم مالك في ايه ومش بترد ليه مش هتصدق يا مام انا عملت مشروب سحري واداني طاقك انا اقدر اعمل اي حاجة واقدر اتحرر بسرعة واشيل كل حاجة انا حاسس ان انا قوي زي سوبرمان وزي الابطال الخريطين يا مام ايه اللي انت بتقوله ده ايه يا كريم انت طبيعي ولا جرالك حاجة انت من ساعة مرجعت من النادي وانت مش مزبوط انت مش مصدقيني انا اقدر اشيل الكنب والكراسي واقدر اشيل التلفزيون انا هوريك يا ماما ان اقدر ايه ده ايه ده ده بجد بقى انت كنت ضعيف شفت بقى صدقتوني ده انا اقدر كمان اشيل عربية مش معقول طيب تعالي بقى يا ريم نعمل سباق في الجنينة واشوف مين اللي هيكسب انا ولا انت انت دايما كنت بتسباقين لما بنعمل سباق جاري ماشي يلا بينا يلا نبتدي ready steady go انا كسبت الاول ها ازاي كده معقول سبقتيني يا كريم ده انا كل مرة سباق برافو يا كريم انت بقيت سريع قوي شفت بقى يا ماما صدقتيني كريم طب ممكن تديني شوية من المشروب السجري بتاعك ده عشان اجربه ده انت بقيت سريع زي سونيك بالزبط ولسه هتشوفي كمان في التمرين هعمل ايه يا ريم هسبقهم كلهم هو ايه بقى المشروب ده يا حبيبي وعملته ازاي ده مشروب صحي يا ماما انا عملته في المطبخ وده سر مش هقول لحد عليه خالص ماشي يا كريم اما نشوف بقى ايه حكاية المشروب ده سلام عليكم ازايك يا غدا وعليكم السلام ازايك يا مصطفى عملانا غدا ايه بقى النهاردة انا جعان جدا انا عاملة ضجن خضر باللحم اطلع غير لبسك وانا هحضر الغدا ماشي ازايك يا ريم الحمد لله يا باب ازايك يا كريم الحمد لله يا باب مالك يا كريم يا حبيب ايه النشاط اللي انت فيه ده وانت شارب حاجة انت مش طبيعي ايوة يا باب انا شارب حاجة فعلا انا شارب مشروب سحري مشروب سحري ايه المشروب ده بقى ان شاء الله اللي مخليك تعمل تمارين كده ونشيط وبتعمل التمرينات الجامدة دي ده مشروب من اختراع يا بابا الدني طاقة جامدة جدا طب الدني يا ابني شوية من المشروب ده عشان ابوك شكله عجز وببقى كسلان اروح الشغل كل يوم الصبح انت لحي تتعجز يا مصطفى انت لسه شباب يلا بقى انا حضرت الغداء ايوة يا ماما نجعان قوي ده انا عايزة تغدى وهاكل الاكل اللي حضرتك عاملية انا عايزة روح التمرين تسلم ايدك يا غداء الاكل جميل قوي فعلا يا ماما الاكل جميل الحمد لله شبعت وخلصت طبقي برافو عليك يا كريم اما تاكل اكلك كله كده هتبقى قاوي واكل صحي مش اندومي وشبسي يا بابا المشروب بتاعي ده هو اللي خلاني قوي وخلاني كل كل حاجة ده انا بقيت قوي لدرجة ان انا قدرشيلك تشلني تشلني ازاي بقى يا كريم اكيد ما تقدرش طبعا طبقه يا بابا تعال وانا وريك شفت بقى يا بابا قدرشيلك نزلني يا ولد يا كريم نزل نزلني ياض خلاص يا ود يا كريم انا هشرب بقى معاك من المشروب بتاعك ده اناية لك يا بابا حاضر انا هروح اعضر شنطتي بقى عشان اروح التمرين يلا يا شباب عايز اشوف مين اسرع واحد فيكم وعايز اقول لكم حاجة اسرع واحد اللي هيفوز المرة دي هو اللي هيشارك معنا في كل البطولات اللي جاية احنا هنسابق فرق كتير يلا كله مستعد اكفز هيل يا كريم ايه ده انت مستوكت حسن جدا ده انت تفوقت على صحابك وبقيت اسرع واحد ازاي كده متشكر يا كابتن انا بس قررت ان انا اتمرن كويس انا عايز مستوكي بقى كده دايما برافو عليك يا كريم انت تحسنت جدا المرة دي بس ايه السرعة والنشاط دي كلها يا كريم انت كنت مخب المواهب دي كلها وبطلعها في المسابق عشان الكابتن يختارك لا يا هايزم ده مشروب سحري كريم عمل لا لا ده انا اكلت قبل التمرين كويس وشربت عصير واتنشط وبعمل تمرينات كتير انتو عارفين ان انا مش باكل غير شبس واندومي بس انا قررت اكل اكل مفيد ايه يا ريم كانت بتقول مشروب سحري وكريم قطعها في الكلام ايه بقى المشروب السحري ده انا لازم اعرف هو ازاي اصلا بقى سريع كده وسبقنا كلنا وهو كان اخر واحد فينا ما بيعرفش يلعب اصلا وهو الكابتن بقى اختاره لمسابقة البطولة ها عملت ايه النهاردة في التمرين يا كريم مش هتسديه يا ماما اللي كريم عمله انا سبقت كل اللي في التمرين معايا يا ماما معقول بجد يا كريم ايوة يا ماما فعلا ده كل شوية الكابتن يقوله برافو انت بقيت ممتاز يا كريم معقول ده انا على كده بقى لازم اخذ من المشروب بتاعك عشان ابقى قوية ونشيطة ايه ده بقى ده انا هعمل كميات وابعها بس ما تخفيش يا ماما انا مش هحاسبك كده زي الناس انا هاخد منك مبلغ بسيط بس لأ اصيل يا كريم اتمع لمسمى ها 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 معقول لانا سمع ده معنى كده ان فيه مشروب سحري بجد انا لازم ارايب كريم حدا ما معرف ايه حكاية المشروب السحري اللي بتكلم عنه ده ولازم اشربه عشان اكون اسرع واحد في السباحة فانا لازم اتطرف بقى وادخل البيت عند كريم والمشروب بتاعك ده بقى عبارة عن ايه يا كريم انا شفته في التلاجة بس معرفتش المكونات بتاعته ده سر من اسرار يا ماما مش هقول لحد عليك انا عرفت دلوقت شايله في التلاجة ازايك يا طنط اهلا وسهلا انت مين انا حسام صاحب كريم في التمرين يا طنط اه اهلا وسهلا كير عايزه بحاجة ايوا يا طنط كنت بس عايزه خمس زي كده ضروري طيب حاضر ثانية واحدة هطلع نديم اتفضل ايوا التلاجة هي المفتح بقى اخذ المشروب بسرعة قبل ما ينزل ايوا هو ده امشله في الشنطة بقى اهلا يا حسام اي خير اه في حاجة كان فيه فلوس واقع عند الترابيزة اللي انتوا قاعدين عليها انا قلت اسألك الفلوس بتاعتك ولا لا 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 مفيش فلوس واقعت مننا طيب خلاص يبقى هاسأل عليها تالي سلام ايه يا كريم الولد ده كان بيسأل عليك ليه مش انت بتقول انه رخم ومش بيحبك ايوا يا ماما هو كان جاي بيسأل على فلوس ضاعة كان فاكرها بتاعتنا هو انا قلت له ان مش احنا ماشي يا حبيبي اخيرا اخيرا المشروب ده بقى معايا اما اخذ بقى بقى كده واشوف هيعمل ايه ايه ده انا مش بحب الطعم ده ابدا يا خبر هو ايه اللي بيحصل لي انا حاتت فعلا ان انا جسمي قوي اما اخذ بقى كمان انا لازم كل يوم اخذ من الازازة دي هتفرق معايا قوي ويبقى كريم يوريني هيعمليه في التمرين بكرة هي خبر هي الازازة خلصت كده ليه ده انا نسيتها مفتوحة وانا بجري في الطريق يبقى تكبت مني بس باقي فيها نقطتين انا انا هشيلهم واشربهم بكرة ايه ده هو المشروب بتاعي راح فين ماما ما شفتش المشروب بتاعي لا يا حبيبي انا ما شفتوش اكيد في التلاجة زي ما انت سايد بس ازاي هيختفق كده جايز اتبخر يا كريم مش مشروب سحري هو ده وقته يا ريم انت هتهذري انا مش بحذر بس هيكون اختفق ازاي يعني خلاص يا كريم روح انت بقى التمرين وانا هدور عليه في كل مكان اما حاول بقى اشرف النقطتين اللي في الازازة دي قبل ما اروح التمرين يا خسارة فضيت يعني انا لو كنت خدت بالي ما كانتش تكبة امبارع وانا بجري ازاي ما قدش بالي واقفل الغطا اكيد النقطتين دول هيقصروا يدوني قوة ازاي يا كريم يا لغزر ورنا بقى هتعمل النهاردة انت ومشروبك السحري انت بتقول ايه انت قلت مشروب سحري يلا يا ولاد التمرين هيبدأ يلا مستعدين انت النهاردة مش تمام يا كريم مش زي مبارح ابدا انا كتبت اسمك في المسابقة مش عايزك تخزلني انا قاسف يا كابتن انا بس النهاردة كنت تعبان شوي كريم المسابقة فاضل عليها يومين مش عايزين نخسر لا يا كابتن ما تقلقش كريم انت لوزر وهتفضل لوزر وهتخسر في المسابقة والكابتن هيطردك من النادي كله انا كده عرفت اللي حصل وعرفت ازاي المشروب اختفى انت لما جيت البيت مبارح وقلتلي ان فيه فلوس واقع وبتدور على صاحبها انت دخلت البيت وفتحت التلاجة واخدت المشروب انا لازم ارجع البيت بقى واعمل مشروب تاني بسرعة ما هو انا اللي عامل كل المكونات بتعمل ايه يا كريم بعمل مشروب تاني يا ماما بدل اللي ضاع انا عرفت ان حسام هو اللي سرق ازاي هبقى احكيلك يا ماما بس دلوقتي لازم اعمل المشروب مفيش وقت طيب محتاج مني اي مساعدة انا ممكن اساعدك لا يا ماما شكرا انا هعمله بنفس عشان ما لغبطش في المكونات هعمله بنفس الكميات اللي عملتها المرة اللي فات ماشي يا كريم يارب يطلع مشروب سحري زايه بالضبط واو ايه المشروب اشتغل ايه المشروب اشتغل يا سلام المشروب اشتغل طب وريني بقى المشروب ده بيعمل ايه يا بابا ده انا سريع شايف تصدق يا وات فعلا انت سريع ده بقى مشروب الطاقة بتاعي بصوا بقى انا عشان فرحان هخليكم كلكم تدقوه بس من غير فلوس عشان انا فرحان قوي يلا خد انت الاول يا بابا ايه ده يا وات ده انا حاسس اننا عايزة نط واجري هو انا كمان معقول اللي بيحصل ده هو انا ايه النشان ده مستعد للمسابقة ولا هتخسر يا لوزر وتفضحنا طبعا هكسب وشربكم انا اللي هرفع راس النادي يلا يا كريم يلا يا كريم 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 برافو برافو يا كريم برافو يا كريم ممتاز يا كريم ممتاز مبروك يا كريم يا حبيبي مبروك يا كريم مبروك يا كريم انت كنت عامل زي سونك في المية كنت سريع جدا ده انت خارك للسرعة يا ابني خلاص خلاص انا هبقى كريم سونك هنستلم الكاز ازايك يا حسام طبعا كان نفسك اخسر انت دلوقت اللي لوزر بعد ازنك باقي عشان استلم الكاز ازاي حصل كده ازاي موسيقى